لغاية دلوقتي اللي موجودين في الكاست والكرو هو بطولة منا شلبي ولو ده شيء سعيد بالنسبالي جداً عشان أنا منا دي أختي الصغيرة يعني فمبسوط ومشتغل ناشغل مرة واحدة فعن العشق لهاو آه ده تاني مرة فوحشني إن أنا أشتغل معيها وهي من زمان قوي عايزة تعمل الموضوع ده لأن هو هي معالجة البيج ميلين خلاص اللي يتعمل منها سيدتي الجميلة فأنا مسامي المسلسل سيدتي العويلة وهو ميوزيكل في 12 أغنية وكلهم ألحان إيهاب عبدالواحد وإخراج هادي وبجهوري اللي أنا أبسوط جداً جداً أن أنا رجع أشتغل معي تاني بعد واحد صحيح فعندي كده شغف إن شاء الله نصور بعد رمضان وعندي فضول وشغف كده لأنه أنا فكرة أنت وإنت بتكتب حاجة كوميدي حتى أو رومانتك كوميدي أنت بتبقى مبتهج يعني أنا بكتب روحي قوي فلو حاجة كئيبة ببقى مكتئب لو حاجة دماء خفيف ببقى قاعد أيام لزيزة فكده بص هو الحقيقة أنا فيه بعد يعني فيه بتاع داخلينت في السنة الستة كمان أنا مأثر جداً كانت بقى ظروف شخصية وبعدين شوية فيه حاجات عارفة ما بتفقد الشغف يعني بتافيز حواليك كمان ما أنت مش حجر فساعات حاجات حواليك كده باللوغة مش عايز مكسل عموماً الوضع العام كده يعني فيه حاجة وبتاع وموضوع يعني أنا دلوقتي بعد أن خلصت خلص سيدة العويلة ودلوقتي بكتشتغل على حاجة تانية أنت فاهم نهاجان أن أنا أقعد أكتب ومفروض أن أنا بكتب في مشاعر وحب وبتاع وأنا بقى لي مثلاً خمس ساعات قاعد بقرأ أخبار عن أطفال بتقتل وعن مش عارف إيه وعن إيه هيجي لك شيزوفرينيا أنا عندي بس أنا أنا كنت أولاً يعني اللي اتنين دول حبيت أكتبهم يعني لأن ده 8 حلقاته ده 15 حلقة فحبيت أن أنا يعني أكتبهم لوحدي وحشني وحشني 15 حلقة لا دي مفاجأة يعني هو حاجة عن شخصية عامة مش هقول هو مين بس أنا ممسوط جداً أن أنا بكتب عن الشخصية دي لا 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 يعني فنان يعني هو فنان حاجة عن فنان شكراً للمشاهدة